أولا أنا نرجع للمحبة وإزاي الإنسان يستجلب المحبة دي إيه الأسباب المفروضة؟ ما إيه الحاجات اللي يتخلق بيها حتى تصل في قلبه مع كل الناس؟ أنا بس كنت بتكلم في نقطة وهي إن الحب له أسبابه وبالرغم إنه هو شعور مفعالي يعني لا سيطرة للإنسان عليه لكن له أسبابه وده يلتقي مع السؤال بتاع حضرتك يعني مثلا في أسباب أرشدنا إليها الشرع فقال لنا مثلا والله إذا تهاديتم هيحصل بينكم بعض محبة تهادوا تحابوا الهدية تزيب ما بين الشخصين من سلوج فتجدين المحبة حصلت بينهم من أسباب المحبة أيضا إن الإنسان لا يكون طامعا فيما هو في أيدي الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس من أسباب المحبة أيضا إن الإنسان يكون متواضع مع خلق الله يخفض لهم يعني جناحه ويكون لا يتكبر عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أخلاقه وكيف أن رحمته ولي جانبه هما من الأسباب اللي خلت القلوب تتعلق به نعم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا قليلا القلب لنفضوا من حولك فهم ما نفضوش ده تجمعوا حواليه وحبوه فكان ده من الأسباب فالقيام بحقوق الناس أيضا والسعي في مصالحهم يجلب المحبة فدي أسباب الإنسان إذا أخذها يستطيع أن هو يستجلب بها محبة الناس اشتركوا في القناة